بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلوات رب وسلامه عليه يا رب أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ما أحييتنا ألا تنسينا أبدا أن نصلي في كل وقت وحين على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأن لا تحرمنا كذلك من شرف الصلاة والسلام عليه ومن أجر الصلاة والسلام عليه وبعد حلقة هذا اليوم من برنامجكم نصيحة لوجه الله مهمة جدا أرجو أن تحسنوا الإنصات نعم عنوانها أكرم أكرم فعل أمر أكرم أهلها تنل احترامها ما رأيكم أكرم أهلها تنل احترامها أيضا في سلسلة الوصايا الذهبية التي نسوقها لأبنائنا وبناتنا وإخوتنا وأخواتنا هذه النصيحة الغالية لقد تقدمت يا سيدي إلى أهلها وطلبت شرف الانتساب إلى أسرتها وقلت بالحرف الواحد يشرفني يا عمي ويسعدني أن توافق على أن توافق على زواجي من الآنسة فلانة قلت ذلك وقلت إنه لشرف عظيم كذلك أن أكون نسيبا وصهرا لهذه الأسرة المباركة وقدمت عهودا وعهودا أن تحسن معاملتها ومعاملة أهلها وخاطبت أباها على أنه أبوك أو عمك وخاطبت أمها على أنها أمك وقد أصبحت فعلا أما لك بمجرد العقد على ابنتها أصبحت في منزلة الأم تماما وهؤلاء الكرام الذين منحوا كذلك الشرف الذي سعيت إليه كل الذي يعنيهم في المقام الأول أن تحسن إلى ابنتهم وأن تعاملها بما يرضي الله وأن تكرم وفادتها عليك بعد أن أنزلها الله بيتك وأصبحت زوجة لك كل الذي يرجوه أبوها وترجوه أمها أن تحسن معاملتها وأن تخاطبها بلغة التكريم والمودة والرحمة إذا حدث ذلك وكنت وفيا معهم وأديت تلك الأمانة على الوجه الأكمل مع ابنتهم أصبحت فعلا ابنا عزيزا لهما بل أقول إن ضممت إن ضممت شقيقا لإخواتها ولأبناء هذا الرجل أصبحت إذا كان أبناءه ثلاثة أصبحت أنت الرابع إن شاء الله يغمرونك بعاطفة طيبة ويتعاملون معك كأنك ولد لهم وكلما سمعوا خيرا من أبنتهم عنك ازدادوا حبا لك ولذلك احذر يا سيدي احذر يا سيدي أكرر أن تؤذي لها أبا أو أما أو أن يصل بك الجهل إلى درجة أن تسب أباها أو أمها أو العائلة الكريمة التي تنتمي إليها كن على أعلى درجات الحذر وإلا سينسف الحب الذي قدر له أن ينشأ بينك وبينها مهما كانت الذكريات ومهما كانت المواقف والذكريات الرومانسية ومهما كان وكان إذا أنت آذيت لها والدا أو أما سيضيع ذلك كله بل ربما نسفت الحياة الزوجية نسفا بل أقول ربما هدمت بيت الزوجية وشرت أبنائك بعد حياة حافلة بالذكريات بل على العكس يجب أن تكون سببا في تكريم كل منهما أفنى أبوها وأفنت أمها حياتهما في تربيتها وتعليمها وتوصيلها إلى بيت الزوجية معززة مكرمة لا يريد أبوها ولا تريد أمها إلا أن تسمع عنها خيرا وفقط حقق لهم ذلك وكن أمينا وكن وأد هذه الأمانة وذلك العهد والمثاق الغليظ أد الأمانة وكن أهلا لثقة أبيها وأمها وفز بدعائهما ورضاهما وهنيئا لك يا رجل ألم أقل لكم بأن العنوان مناسب أكرم أهله أكرم أهلها تنل إيه أكرم أهلها تنل احترامها صحيح والله ستعاملك بأعلى درجات الاحترام لأنها لا تسمع منك عن أبويها وعن أهلها إلا الخير انتبه رحمان الله وإياك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته